اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والعنصر الثاني وهو الخبر جاء على شكل جملة فعلية يحجب فعل مضارع مرفوع وعلى مطرفه ضمة ظاهرة على آخره والفعض من مستتر تقديره هو وعن جار ومجرور وعن الأرض جار ومجرور المثال الثاني كانت حوادث الكسوف والخسوف تحدث رعبا في نفس الإنسان إذن كانت ناسخ كان فعل ماضي ناقص والتأنيث الساكنة لا محل لها من الإعرابي حوادث اسمه كان مرفوع على مترفعه ضمة ظاهرة على آخره أين الخبر العنصر الثاني العنصر الثاني هو تحدث رعبا في نفس الإنسان إذن وبالتالي فإن خبر كان هو جملة فعلية تحدث رعبا في نفس الإنسان تحدث فعل مضارع والفاعل من مستتر تقديره ورعبا مفعول به في نفس الإنسان جار ومجرور ومضاف إليه إذن هذه جملة مركبة منسوخة جملة مركبة منسوخة جملة اسمية مركبة منسوخة منسوخة لأن فيها نواسع الجملة الثالثة أيضا منسوخة جملة اسمية منسوخة لأنها بدأت بإن إن المشددة إن حافظ نصب وتوكيد القمر اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره يحتجب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وفعل ضمير مستتر تقديره هو عن الأرض جار ومجرور بي أيضا حفجر وبقية أيضا بحفجر وسبب اسم مجرور بي وعلامة جار بالكسرة الظاهرة على آخر إلى آخر الجغلة إذن المهم أن العنصر الثاني في وهو خبر إنه جاء على شكل جملة ولم يأتي على كلمة على شكل كلمة مفردة نستطيع القول إن القمر جميل وبالتالي تصبح جملة بسيطة إن القمر جميل ويتصبح جملة بسيطة لكن الخبر لم يأتي جاء كلمة مفردة بل جاء جملة فعلية جملة فعلية في محل رفع خبر إن الجملة المركبة هي جملة فعلية أو اسمية فعلية أو اسمية اسمية تنقسم إلى قسمين اسمية مجردة أو اسمية منسوقة الجملة المركبة هي جملة فعلية أو اسمية أحد عناصرها الأساسية أو المتممة الأساسية كالفعل والفاعل ومتدى الخبر والمتممة كالصفة أو الحال أحد عناصرها جملة فعلية أو اسمية إذن فهي جملة مركبة فعلية أو اسمية لكن أحد عناصرها أيضا جملة فعلية أو اسمية أمثلة أخرى الإيمان يهدي إلى الخير الإيمان مبتدأ خبره يهدي إلى الخير إذن تلاحظ أن الخبر جاء جملة فعلية وبالتالي فهذه جملة مركبة جملة اسمية مركبة لاحظ شاهدت بستانا أظهاره جميل أو شاهدت بستانا أظهاره جميل شاهدت فعل وفاعل بستانا مفعول به أظهاره جميل الصفة أظهاره مبتدأ مرفوع على مترفعه ضم ضائر على آخره ومضاف له مضاف إليه وجميلة خبر أظهاره والجملة الإسمية أظهاره جميلة في محل نصب لماذا نقول نصب؟ لأن بستانا هو الموصوف منصوب والصفة تتبع على الموصوف وبالتالي أظهاره جميلة جملة إسمية في محل نصب صفة للبستان طبعا القاعدة الموجودة هنا الجمل بعد النكرات الصفات وبعد المعارف الأحوال هذه جملة بعد نكرة بستان نكرة وبالتالي تعرب صفة لو كان البستان لو كان معرفة لأصبح إعراب هذه حالا وليس صفة المثال الثالث قال الأستاذ للتلميذ قال فعل ماضي منع الفتحة الأستاذ فاعل وللتلميذ جار ومجر ماذا قال الأستاذ؟ الكلمات الحرفية التي قال الأستاذ واصل تفوقك إذن واصل تفوقك تسمى مقولة القول إذن المقولة التي قالها الأستاذ هي واصل تفوقك وبالتالي تعرب مفعولا به إذن الجملة المركبة قال الأستاذ للتلميذي قال الأستاذ قال الأستاذ للتلميذي واصل تفوقك إذن واصل تفوقك جملة فعلية في محل نصب مفعول به أنواع الجملة المركبة المثال الأول الجملة أو النوع الأول الجملة المركبة الفعلية الجملة المركبة الفعلية أي تبدأ بفعل ألاحظ أن العمل منظم ماذا ألاحظ أن العمل منظم مفعول به رأيت زورقا يغرق رأيت فعل وفاعل زورقا مفعول به يغرق إذن زورقا هنا ناكرة القاعدة تقول الجمل بعد النكرات صفة إذن يغرق جملة فعلية في محل نصب صفة لزورق وبالتالي فهاتين جملتين مركبتين جملتان فعليتان مركبتان فعليتان لأنهم بدأوا بفعل ومركبتان لأن أحد عماصرهما هنا أن العمل مظظم يغرق أحد عماصرهما جاء على شكل جملة النوع الثاني وهو الجملة المركبة الإسمية المجردة المجردة لأنه ليس فيها منسوخ لاحظ المطلوب مبتدأ أن تحضر خبر أن تحضر جملة أن تصوم جملة جملة مصدرية إذن أحد العنصرين أن تحضر وأن تصوم عبارة عن جملة وبالتالي فهي جملة إسمية مجردة أي ليس فيها نواسخ النوع الثالث وهو الجملة المركبة الإسمية المنسوخة منسوخة لأن فيها نواسخ هنا كان وإنه أخواته وكانه أخواته إذن كان الطبيب كان في الماضي لاقص والطبيب اسم كان أين خبر كان يعالي جملة إذن تلاحظ أن خبر جاء على شكل جملة وبالتالي فهي جملة إسمية منسوخة إن الواجب أن تساعدني إن الواجب الواجب اسم إن منصوب وأن تساعدني جملة فعلية مصدرية في محل رفع خبر وبالتالي العنصر الثاني هنا والعنصر الثاني هنا جاء جملة فعلية وبالتالي فهي جملة مركبتان اسميتان منسوختان إذن ثلاث أنواع الجملة المركبة الفعلية والجملة المركبة الإسمية والجملة المركبة الإسمية المنسوخة إلى هنا ينتهي هذا الدرس الثاني فلا تنسونا من تعليقاتكم ومن دعمكم ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم درس الجملة الواقعة مفعولا به فإلى ذلك الحين نستودعكم الله دينكم وأماناتكم كان معكم الأستاذ عبد الحميد أمرابطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته